السلام عليكم أهلا ومرحبا بكم عندي قراءة لبرج الجوزاء الشمس والقمر والطالع هي قراءة عامة للنساء والرجال والمنفصلين والمتزوجين والعزب أنا عندما أرى أشياء مهمة وتناديني الرسالة كانت للمتزوجين أو للعزب فأنا كنقولها وإذا لم أرى أي شيء فلا أقوله أي شيء لذلك هي دائما قراءات هي قراءات عامة أنا أتحدث عن البرج يعني عن طاقته وهي للكل ولا تنسوا أنها قراءات معامة قد تنطبق على البعض منكم كليا أو جزئيا وقد لا تنطبق على البعض الآخر لكن دائما دائما هناك رسالة ستستفيد منها لذلك أرجوكم استمعوا للقراءات فأكيد أن هناك إشارة ولو صغيرة ستساعدك في حياتك هذا الشهر ولادة القمر الجديد في برج الجوزاء وهذا سيؤثر عليك إيجابيا عزيزي برج الجوزاء إذن وسأتكلم عن هذا عند نهاية القراءة واخا غادي ندير وغادي نشوف ما هي قراءة برج الجوزاء وسنأخذ نصيحتين أو رسالة من ملائكة الحب والرسالة السحرية وأعيد هي قراءة للرجال والنساء للمنفصلين المتزوجين للعزاب للمطلقين للكل يعني عندما أرى أشياء يعني واضحة ومهمة أنا غادي نقولها واخا لنبدأ بسم الله أراك عزيزي برج الجوزاء متفائل نوعا ما نعم متفائل لكن هذا التفائل يدوم مدة قصيرة هذا يعني متفائل وهذا يعني هذا الكرب يعني تدوم مدة قصيرة واخا البعض منكم يعني البعض منكم البنات أو رجال كذلك قطعت شعرك يعني قصيت شعرك وتحس بالنشاطك قصين وتغنين ربما تمارسين الماشي أو الجري لكن سرعانا ما تعودوا يعني ما تعودوا للحزن والبكاء يعني مرة هاكا ومرة هاكا واخا واصل واصل البعض منكم سيقوم بالاشتراك في مباراة للدخل إلى معهد عالي أو معهد جامعي أو شيء من هذا القابل هذا ما تقولوا هذا الكارت واخا واصل البعض منكم يعني أرا حمل يعني هناك يعني هناك أمنية يعني أمنية حمل يعني كنتم تنتظرون الحمل واخا وهذا ما أرا يعني حمل بعد انتظار طويل سيحدث حمل يعني كارت الخصوبة نعم نعم ولمن ليس لديه حبيب لمن ليس لديه حبيب سيتعرف على إنسان على شخص طقته ترابية أو مائية يعني عذراء جدي أو ثور أو سرطان حود أو آآ أقرب واخا هذا إنسان جاد أنا أتكلم عن من ليس لديه حبيب وليس مرتبط واخا هذا إنسان جاد وستتعرف عليه في يوم جميل سماء زرقاء عيونه يعني لون العيون عسلية وكإشارة سماوية سترى طائر يحلق في السماء واخا أرى كذلك إخوة يتنزعون على الميراث مؤسف جدا إخوة يتنزعون يعني شجار قوي على الإرث والميراث للأسف الشديد القمامة الدنيوية أصبحت أهم من رباط الأخوة في هذا العالم المادي والسطحي والاستهلاكي الله يستر يا ربي الحبيب عزيزي برج الجوزاء هذا الشهر أنت تحت تأثير كذلك برج عفوا كوكب الزهرة واخا وهذا يعني النجاح المادي والرزق واخا بالنسبة للمنفصلين الله بالنسبة للمنفصلين هذا يعني سيتصل بك الحبيب أو الرسالة سيتصل بك الحبيب هو ندمان بزاف الآن يريد الاستقرار الآن أنت طاقتك هي الغضب الحب والغضب والحزن أنت طاقتك الحزن الغضب غضب شديد لكن هذا الإنسان سيتصل بك ونوياه حسن هذه المرة يعني يريد الاستقرار كارت الانتظار أنت عزيزي طاقتك هي الحزن والغضب وسيتصل بك هذا الحبيب وقريباً هذا ما تقول هذا الرسالة يعني سيتصل بك هاتفياً أو عبر الواتساب والعودة عودة الحبيب يعني سيتصل لكن أنت وسيطلب منك الغفرة لكن أنت يعني الغضب طاقتك هي الغضب والحزن حزن وغضب شديد لذلك فكر قبل أن تتكلم فخير الكلام مقلة ودل يعني أرى أنك بغيت تنفاجر يعني بغيت ترتق يعني أنت تريده عندما سيئت الحبيب أنت بغيت تتكبع ليه كل شيء كل شيء كل شيء يعني كل شيء كل شيء اللي بداخلك أنا دبما نسيت حتى للهجة المغربية المهم بغيت تتكبع ليه قلبك بماذا؟ يعني أشياء سلبية بزافة هناك غضب شديد وخا بغيت يعني تريد تفرع كل ما بداخلي كل الألم أنت تريد أن تجعله يحس بنفس الألم الذي أحسست به أنت خلال الانفصال لذلك قبل أن تتفوه بكلام جارح من الأفضل الصمت فالحب أقوى وأجمل من الغضب نعم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو يصمت وأنت تحب هذا الإنسان لذلك لا داعي صافي إذا عاد يعني هذا قرارك تريد أن تسامحه لكن لا داعي للكلام الجارح فهو كذلك يعني حتى هو عاش مرحلة حزن لذلك عاد نعم لأنه ندم بالنسبة لهذا الحبيب الذي يعود ثقته نارية أو ترابية من جديد نارية أو ترابية والآن سأتكلم عن ولادة القمر الجديد في برج الجوزاء وكيف سيؤثر عليك في هذا الشهر طبعا سيؤثر عليك إيجابيا لكن ماذا عليك أن تفعل شنغس كدير وصمت لي استمعوا إلي وخا عندما تستيقظ في الصباح ابدأ بكلمات إيجابية هذا ضروري ومهم جدا يعني أول كلمة الحمد لله أول كلمة أولا ابتسم لأنك يعني نطي فقتي معا لأنك استيقظ لأنك ما زلت حيا فالنوم ربما يعني النوم الموت هو نوم يعني لا نستيقظ منه لذلك أشكر الله لأنك استيقظ لأنك نطي نطي من عاس يعني بقي حي ويعني ولا يجب أن نكون يعني يعني أن نكون عجوز لكيدوا فكرة في هذه الأشياء لا يعني مخصنش نكونوا يعني إحتي نشرفوا عاد نفكروا في الموت وهذا الأشياء لا نعم نحن شابب لكن نحن نعرف أن يعني مهم لا أريد أن أتكلم عن أشياء سلبية لكن لنشكر الله لأننا أحياء يعني مهما كان عمرنا صغار وما كبار لا يهم مش إحتي نشرفوا وعاد نفكروا في الله عاد نفكروا أننا يعني ربما سنرحل قريبا لا لا لابد أن نشكر الخالق لأننا ما زلنا على يعني نعيش ما زلنا نعيش في هذه الحياة الجميلة لذلك عندما تستيقظ ابدأ بكلمة الحمد لله لأنني استيقظ لأنني حي مهما كان عمرك مهما كان عمرك مهما كان عمرك خمسة عشر خمسون سنة تسعون سنة مئة سنة مئة سنة مئة سنة واخا ابدأ بكلمات إيجابية الله يخليك الحمد لله شكرا يا رب أشكرك وكذلك شكرا لهذا الملك الجميل الذي يزين سمائي الشمس أنا كان حماق على الشمس كان حماق على الشمس لأني أشتاقه للشمس أنا لا أعيش في المغرب لأنكم تسألونني اين كتأي فين عايشة أنا ما عايشش أنا عايشة خارج المغرب حاببتي وأنا الشمس يعني كنشتاقي الشمس في هذه يعني هنايا في هذا البلاد كنشتاق للشمس وعندما أرى الشمس كنفرح بالزر طبعا في المغرب ليست لدينا هذه المشكلة لذلك أنا أشتاقه للشمس والآن أقدر الشمس وأعرف ما هي قيمة الشمس عندما كنشوف الشمس كنفرح 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 تعطيني واحد التقام يمكنكم كنش تخيلوها كنقولي بحال بنيتة صغيرة مفرحة ديالي أنا غاديمكي عاود تاني نحن واصل أتمنى أن تكونوا يعني فهمتوني فأنا أتكلم باللهجة لأن البعض منكم يقول تكلمي اللهجة فقط لكن طبعا ليس فقط يشاهدونني ويستمعون إلي ناس من الجزائر ومن المغرب الناس يعني بلدا عربية أخرى من عراق من مصر وأنا أحييكم وأسلم عليكم وخا من لبنان من تونس من ليبيا إلى آخره وخا إذن لا عندما نستيقض لا يجب أن نفكر في الأشياء السلبية لا تفكر في الديون عندي الدين أو في البطالة ليس لدي عامل ليس لدي حبيب حبيب رحل أو الطلاق أو سلبيات سلبيات لا مهما كانت الوضعية خلي الأشياء خليها معليش معليش لأننا ماذا يعني وش غادي غادي نغيره شي حاجة بهذا التفكير السلبي طبعا لا الحياة تستمر مهما كانت الوضعية وبنحن نرسم نرسم الحياة نرسم الواقع الذي نريده وإذا كنت غير طنب الله ما عنديش في يد في الدين ما عنديش ليس لدي عامل الثلاجة فارغة بلا بلا وكلام سلبي كلام سلبي طبعا كان الحبيب لا يحبني الحبيب وهذه الأشياء السلبية ماذا سيحدث أنت تجرب المزيد والمزيد زدني 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 عشقا نحن نغني زدني سلبيات يا حياة زديني سلبيات يا حياة نعم هذه الحقيقة هذا هو القانون السماوي وأنت ترسم المزيد من السلبيات بسبب أفكارك السلبية وأنت ماذا ترسم ماذا س يعني ماذا سيكون لديك حياة سوداء ومظلمة لذلك هذه السلبيات برة أوت 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 فالأمطار الأمطار الإيجابية أمطار السعادة والفرح والرزق والحب تسقط من سمائك أنت سمائك العقلية والروحية قم أنت بخلق واقعك عزيزي الذي تتمنى نعم يعني لكن بإحساس قوي يعني بالتفكير وبالإحساس القوي يعني الإيمان بأنها حقيقة وستصير حقيقة نعم وشيء آخر ما تنسوش بأن الأشياء الوضعية يعني لديها تاريخ صلاحية يعني تنتهي كل شيء كي تقادف هذه الدنيا يعني الأشياء القبيحة يعني لديها مدة صلاحية ستنتهي يوما ما يعني لن تعيش هكذا مدى الحياة إذا كنت في وضعية حزينة أو وضعية صعبة أو طلق أو مهما كانت وضعية صعبة سوداء أليس تنتهي وماذا تعني النهاية بداية وكيف تستكون هذه البداية جميلة بداية للأفضل فهي فقط تجارب أعيد تجارب نتعلم منها لنكبر للنمو الرحاني للنمو الذاتي للأفضل التغيير للأفضل ليس للأسوأ أبدا أبدا فأنا أقرأ تعليقات أكره الحب أكره هكذا إذا كنت تكره الحب فلن يكون لديك حب في حياتك أبدا يعني أنت ترسم ما هو سلبي وستجرب ما هو سلبي يعني سهل سهل لا يخليكم سهل جدا والأشياء كما كنت أقول لن تبقى يعني دائما في نفس في نفس الوضعية تتغير الأشياء للأفضل دائما دائما والحياة تستمر بحل الواد الماء يسيل ويتغير وهكذا يجب أن نكون نحن كذلك بحل الواد يعني الماء مهما كانت هناك عواقب يعني يعني في الواد هناك أحجار لكن الماء تسيل يعني لا تبالي للعواقب وهكذا خصنا نكون نحن كذلك هكذا يعني أن نرى الأشياء لا كيفش كنقوله يعني ما نوقفوش عند الحواجز لا نحن نواصل نواصل المشي نواصل في الطريق مهما كانت العواقب مهما كانت الصعوبات ليخليكم مخا مهم أنا آسفة على العربية ديالي عربية العربية ديالي مكسرة أنا آسفة فقلت لكم أني لغتي الأم ليست العربية نعم مهم سأتكلموا عن هذا في يعني في إن شاء الله في يوم آخر واخر كانت منا لكم الخير لكن قلبي نعم قلبي عربي ومسلم كانت منا لكم الخير لا يحفظكم لا يحفظكم لي يالله يحميكم وكانت منا تحققكم ومن يدكم لكن لا يخليكم غير كونوا شوية إيجابيني وضحكوا ضحكوا بزر الابتسامة والضحك وهو علاج وهو علاج واخر هو علاج للروح مهم سوف يكملنا فأنا اليوم تكلمت يعني بزر كان شكركم بزر كان حبكم بزر من كل قلبي من كل قلبي شكرا على تعليقات اليالكم كان بغيكم إلى اللقاء أنا آسفة حبيب بديالي انسيت ما قريتش النصحة رسالة الملائكة والنصحة السحرية عقلي طار أنا آسفة أنا آسفة بسم الله هذه الوضعية تحتاج لأن يعني للإيمان أن تفق في كل ما يحدث والإيمان يعني الإيمان بالله حياتك العاطفية في مستوى أعلى قد يكون هناك خطوبة يعني خطوبة واستقرار هذه الكارت وهنا تصالح يعني تقول إنسان من الماضي سيعود إلى حياتك النصحة السحرية تقول عمل جديد عمل جديد يعني هذي كارت المرحلة إيجابية فيما يخص يعني الجانب المهني والمادي هذا كارت النجاح فيما يخص العمل وخا والآن نعم ده بغتي مدعكم سمحوني أنا آسفة المهم كنت من لكم